الله ولحمد لله الله یا الله ولحمد لله الله یا الله سبحان الله والحمد لله أحذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد لا زال الكلام في المسألة الطويلة المسألة الثانية والعشرين وقد وصل من البحث إلى شرط الحرية قال رحمه الله وأما اعتبار الحرية فهو المحي عن جماعة ابتداء السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه يذكر الأقوال ويبين أن هذه المسألة ذكرها بعض الأصحاب واشترطها بعض الأصحاب ولكن لو رجعنا إلى الأدلة وعمدة الأدلة في المقام هو بناء العقلاء نجد أن بناء العقلاء لا يقتضي اشتراط الاجتهاد والمرجعية بالحرية بل يمكن أن يكون العبد العبد القن العبد الرق بمعنى أن يكون العبد المملوك أن يكون ماذا؟ أن يكون في أعلى مستويات ماذا؟ العلم والمعرفة والخبرة والدقة والذكاء والحكمة وحتى القرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى أن لقمان عليه السلام عرف عنه أنه كان مملوكا فإذا مسألة الرقية لا تعتبر نقصا في الجانب العلمي لا تعتبر نقصا في نظر ماذا؟ في نظر الشريعة المقدسة بل حتى في بناء العقلاء المعيار عند العقلاء وماذا؟ هو الرجوع إلى الأفضل في مجال عمله إلى الأكثر خبرة في ماذا؟ في مجال فنه إلى الأكثر معرفة ودقة في علمه هذه المسألة التي نحتاجها لا بد أن يكون أدق فيها لا بد أن يكون أعلم فيها أما أن يكون رقا أن يكون مملوكا أن يكون مولا عليه هذه الأمور لا تؤثر على الرجوع إليه لا تؤثر في ماذا؟ في الاستناد إلى قوله والاحتجاج بقوله واضح؟ فعلى هذا الأساس يتوقف السيد ويقول أن مجرد أن يكون رقا أن يكون مثلا أقل من غيره يقول هذه استحسانات أنه أقل مستوى حتى من الناحية الشرعية له أحكام تختلف عن أحكام ماذا؟ الحر الحر له أحكام والعبد له أحكام أيضا هناك ولي عليه بينما الإنسان الحر هو ولي نفسه هو مستقل بنفسه لا ولاية لأحد عليه بينما العبد يكون مولا لمولاه يكون عبدا لمولاه يكون تابعا لمولاه مطيعا لمولاه هكذا ولهذه كلها إنصافا كلها لا تستوجب المنع من الرجوع إليه ولا تصلح حتى أن تكون رادعا عن بناء العقلاء في الرجوع إلى ماذا؟ إلى الخبير هل أكثر خبرة بقطع النظر عن أن يكون حرا أو عبدا؟ يقول رحمه الله وأما اعتبار الحرية فهو المحكي عن جماعة منهم ثاني الشهيدين الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه بل قيل إنه مشهور الدعية الشهرة وتعلمون أن مجرد الشهرة الفتوائية ليست دليلا لم يثبت من الأدلة الشرعية أن الشهرة الفتوائية تعتبر حجة بحيث تكشف عن قول المعصومين عليه وسنا تكشف عن ماذا؟ عن الحكم الإلهي هذا لا يثبت مجرد الشهرة العلماء اشتهر عندهم الأمر الفلاني هذا الاشتهار اشتهار في الفتوى الاشتهار في الفتوى ليس حجة شرعية لم يثبت ماذا أنه حجة شرعية لم يقم الدليل الشرعي على الاحتجاج به والاستناد إليه مجرد الشهرة غير كافية الإجماع نعم لو كان عندنا إجماع إيبالي صحيح يمكن الإستناد أما مجرد الشهرة فلا يصح الإستناد إليها قال لكن مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلقات عدمه حتى لو رجعنا إلى الأدلة الدالة على حجية التقليد وعلى ماذا؟ وعلى رجوع الجاهل إلى العالم قلنا يمكن الاستدلال بعدة أدلة يمكن الاستدلال بعدة أدلة مثلا من جملة هذه الأدلة ماذا؟ بناء العقلاء كما ذكرنا ومن جملة هذه الأدلة أفرضوا الآيات الكريمة التي استند إليها ذكرت سيقت في ماذا؟ في بحث الإجتهاد والتقليد وذكرها بعض العلماء كدليل على حجية التقليد من قبيل آية النفر آية النفر هل اشترط فيها أن يكون المنذر أن يكون النافر الذي ينفر ماذا؟ يذهب إلى بلاد الهجرة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم إلى بلد الإمام عليه السلام إلى بلد العلماء ويتعلم وماذا؟ ويستقي من علوم أهل البيت عليه السلام ثم يرجع إلى بلده هل يشترط أن يكون حرا؟ هل يوجد في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أين؟ أين اشتراط الحرية؟ لا يوجد شرط حرية طائفة سواء كانت هذه الطائفة كلها عبيد كلها أحرار بعضها عبيد بعضها أحرار لا فرق المهم أن يكون الإنسان متعلما أن يذهب إلى بلدان العلم أن يغترف من هذا العلم من منهل العلم ويرجع إلى بلده لينذر قومه لعلهم يحذرون هذه هي هذه هي الطريقة هذا الشيء الذي نستفيده من الآية الكريمة واضح؟ ما نستفيده من الآية الكريمة هو هذا أن لابد أن يتعلم لابد أن يتعرف على الأحكام الإلهية وأن يعود ويبينها هذه آية مثلا آية النظر كذلك آية السؤال إذا كان هذا الشخص العبد من أهل الذكر إذا كان العبد من أهل الذكر كما ذكرنا عن لقمان عليه السلام يعني الإنسان لو كان لقمان عليه السلام حيا في زماننا ولقمان عبد لو كان لقمان حيا وهو الحكيم لقمان الحكيم أهل الحكمة الله سبحانه وتعالى امتدحه على حكمته مع ذلك هو يفتي بشيء ويقول لنا بشيء ينقل عن الله سبحانه وتعالى حكما معينا لا نقبله منه لأنه عبد إنصاف أن هذا مشكل جدا قال لكن مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلقات عدمه يعني عدم الاشتراط عدم الاشتراط بالحرية وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها اعتبار الحرية مثل كونه مملوكا لا يقدر على شيء لآية الكريمة تصرح مملوك كذا لا يقدر على شيء ولكن هذا كونه لا يقدر على شيء كونه محجور التصرف بالقياس إلى ماذا إلى شؤونه إلى أمواله إلى تزويجه إلى ماذا بعض الأمور الأخرى المنصوصة شرعا لا بأس لكن هذا لا يتنافى مع علمه وإذا كان عالم إذا كان خبير إذا كان فقيه إذا كان أفقه من غيره فحينئذ لماذا أترك أترك الحكم والفتوى التي يفتي بها وأتمسك بفتوى ماذا الشخص الحر الأقل منه علما الأقل منه خبرة لا معنى له إنصافا لا موجب لذلك وكونه مولا عليه كذلك كونه مولي يكون هو مولا عليه لكن وليه ماذا لا يستطيع أن يمنعه من الإفتاع على سبيل ماذا على نحو الفتوى المطابقة للواقع هل يستطيع الولي مثلا أن يجبره شرعا أن يجبره على أن يفتي بخلاف الواقع لا يستطيع شارع المقدس لا يأذن لا يأذن لأحد أن يجبر أحدا على ماذا على أن يفتي الناس بالحرام أن يفتي الناس بخلاف الواقع كيف يمكن الشارع المقدس يقبل بهذا فإذن هو الولي ليس له دور لا يحق له التدخل في مسألة ماذا الإفتاء وعدم الإفتاء وأصن في مسألة ماذا الإفتاء بالنحو الصحيح يعني لا يستطيع إجباره على أن يفتي بطريقة خاطئة أن يفتي بطريقة ماذا غير مطابقة للواقع فإذا كان كذلك الولاية لا تؤثر النتيجة أن هذا الإنسان العبد المؤمن المتدين الورع المتقي العالم المتخصص الأعلم من غيره إذا قال شيئا إذا أفتى بشيئا إذا حكم بشيئا إذا بيّن أن الحكم الفقهي شيء معين حينئذ يجب اتباعه يلزم اتباعه من المقلدين يلزم على المقلدين اتباعه ولا يضر أن يكون مولا عليه لأن وليه لا يستطيع ماذا أن يمنعه من بيان الفتوى الحقيقية وأن يبين الفتوى الخاطئة لا يحق له ذلك الولي ليست له ولاية في أن يجبر عبده على أن يفتي بخلاف الواقع لا يحق له ذلك غاية ما يمكن أن يحصل أن يمنعه من الإفتاء يقول لا تفتي فرضا ولو منعه من الإفتاء لم يحصل شيء لا نرجع له لأننا لا يمكن أن نرجع إلى شخص لا يفتي لكن إذا أفتى هذا العبد إذا أفتى إذا أفتى وكان مطابقا ماذا بنظره للواقع لماذا لا نتبعه نحن المقلدون مثلا لو كنا نحن مقلدين المقلد لماذا لا يتبع هذا العبد لمجرد عبوديته لمجرد العبودية لمجرد أنه مولى عليه هذا إنصافا لا يكفي في المنع من بناء العقلاء قل لا تصلحوا للاعتماد عليها فالردع وتقييد المطلق عندما نأتي إلى المطلقات عندما نأتي إلى المطلقات مثل آية النفر وآية السؤال وغيرهما روايات الدالة على حجية الفتوى الأدلة التي سيقت على حجية الفتوى من النصوص مطلقة ليس فيها تقييد بماذا بالحرية وعدم العبودية ليس فيها مثل هذا القيد كما أن بناء العقلاء ليس مقيدا ليس مقيدا بخصوص ماذا بخصوص العالم الفقيه الحر ليس فيها اشتراط بالحرية ليس هناك اشتراط بعدم العبودية لا يوجد مثل هذا الشرط في بناء العقلاء أيضا وعلى هذا الأساس إذا لم يوجد إذا لم يوجد مانع إذا لم يوجد مانع من بناء العقلاء ومن المطلقات حينئذ يكون تكون هذه الدعوة على أساس الاستحسان والاستحسان لا يغني من الحق شيئا على خلاف المطلقات فإذن هذه الاستحسانات لا تصلحوا للردع عن بناء العقلاء كما أنها لا تصلحوا لتقييد أو تخصيص المطلقات والعمومات فتأملوا جيدا قال لا تصلحوا للاعتماد عليها في الردع وتقييد المطلق لا الردع عن بناء العقلاء ولا تقييد المطلق ما ورد من النصوص المطلقة النصوص المطلقة لا يمكن تقييدها بماذا؟ بمثل هذه الاستحسانات طيب الآن وصلنا إلى شرط آخر ما هو الشرط الآخر؟ اشتراط أن يكون أن يكون المرجع مجتهدا مطلقا ما معنى مجتهد مطلق ابتداءا نحدد الموضوع المجتهد يصنف إلى صنفين تارة يكون الإنسان مجتهدا في ماذا؟ في جميع علوم الفقه في جميع ماذا؟ في جميع مسائل الفقه في كل الأحكام هو لديه ماذا؟ لديه نظر بحث جميع الأحكام الشرعية من بداية ماذا؟ كتاب الطهارة إلى نهاية الديات كل هذه المسائل بحثها بحثاً معمقاً استدلالياً وأصدر رسالة عملية كاملة متكاملة وشاملة لجميع الأحكام الشرعية فهو إذن مجتهد مطلق هو إذن مجتهد مطلق وقادر على استنباط جميع الأحكام بدون استثناء كل حكم حتى المستجدات التي تستجد من الأحكام هو قادر ولديه الملكة ولديه الكفاءة ولديه القدرة على أن ماذا؟ على أن يبحثها بحثاً معمقاً استدلالياً على أساس الأدلة الشرعية وأن يفتي فيها هذا مجتهد مطلق يسمى ولدينا نوع ثاني من المجتهد هو الذي لا يبحث جميع المسائل وإنما هو ربما يكون في بداية في طور بداية ماذا؟ التطور العلمي في بداية ماذا؟ حياته الإجتهادية في بداية الإجتهاد الإنسان ابتداء ابتداء أول ما يجتهد لا يستطيع في اليوم الأول من إجتهاده أن يقرأ وأن يبحث جميع ماذا؟ جميع الأحكام لا يمكن هذا فمن الطبيعي أن يتدرج من الطبيعي أن تحصل عملية التدرج في الترقي وفي التطور العلمي فهو ابتداء نفترض يبحث في مسائل إجتهاد والتقليل يبحث في كتاب الطهارة يبحث في كتاب الصلاة يبحث في كتاب الصوم يبحث يبحث هكذا يبحث في المعاملات يبحث في العبادات النتيجة أنه ما يختاره من أبحاث ما يحققه من أبحاث ابتداء شيئا فشيئا إلى أن ينهي المسائل الفقهية بأجمعها وينهي جميع الأحكام الشرعية وجميع الفتاوى يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه العمر والتوفيق والوقت الكافي والمجال والمؤهلات التي توصله إلى البحث عن جميع ذلك يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة فيكون مجتهدا مطلقا ولكن في البداية عادة يكون مجتهدا متجزئا يعني في بعض أجزاء الفقه ليس في تمام الفقه لا يكون مجتهدا في تمام مسائل الفقه وإنما في بعض المسائل في أجزاء من المسائل فسمي متجزئا متجزي يعني متجزئ يعني في بعض الأجزاء دون بعض وليس في جميع أجزاء المسائل العلمية وجميع ماذا وجميع الأحكام الفقهية وإنما في بعض المسائل دون بعض يكون مجتهدا في بعض هذه المسائل دون البعض الآخر طيب هل يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا مطلقا بمعنى أن يكون مجتهدا قادرا على استنباط جميع الأحكام الفقهية وجميع المسائل أو أنه يمكن أن يكون متخصصا مثلا في مسائل العبادات المسائل المعاملات لم يبحثها بحيث لا يستطيع أن يقول أنني قادر على الاستنباط ربما تكون فيها مسائل عقلية في مسائل العبادات غالبا توجد ماذا نصوص ولكن في مسائل المعاملات غالبا يحتاج الإنسان إلى الدقة العقلية ويحتاج إلى القواعد الأصولية أكثر من العبادات وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن الإنسان قد يكون متخصصا في المعاملات ولا يكون متخصصا في العبادات أو يكون قادرا على الاستنباط وقادرا على ماذا على البحث العلمي والوصول إلى النتائج المطلوبة في العبادات وليس في المعاملات هذا أيضا ممكن فإذن احتمال التجزئة واحتمال ماذا احتمال التبعيض في الإجتهاد موجود وعقلائي وممكن كما سيأتي بيانه من المصنف رح يبين سيد الشيارح يبين أن هذا في ذاته في حد ذاته وممكن غير هذا الجانب غير أنه ممكن هل يجوز تقليده الآن لنفترض أن هذا الشخص الذي اختص في مسائل العبادات تخصص وبحث هذه المسائل على نحو صار أعلم من جميع العلماء حتى المجتهدين المطلقين حتى المجتهدين المتخصصين الذين استوعبوا جميع الأحكام وأفتوا في جميع الأحكام هو صار أعلم منهم في هذه المسألة في كتاب الصلاة مثلا في كتاب الصيام في الحاج في ما أدري كذا لاحظ كيف فحينئذ هل يجوز تقليده إذا صار هو الأعلى هل يجوز تقليده أو لا لا يجوز تقليد إلا المجتهد المطلق القادر على ماذا على استنباط الأحكام الشرعية في جميع المسائل لديه الكفاءة ولديه القدرة على أن يبحث أي مسألة علمية في أي باب من أبواب الفقه وماذا ويتوصل إلى النتيجة المطلوبة واضح ويكون ماذا هو الأقدر عليها ويكون هو المستوعب لجميع أدلتها والمستوفي لجميع ماذا لوازمها وما تحتاج إليه هذه المسألة لابد أن يكون كذلك أو لا لا يشترض هذا بحل بحثنا الآن بحثنا في أنه هل يشترض أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا أو يجوز أن يكون المجتهد متجزئا أن يكون قادرا على استنباط بعض الأحكام دون بعض هذه الأحكام يستطيع استنباطها ماذا يستطيع الاستنباط فيها ولكن الأحكام الأخرى التي لم يبحث مقدماتها التي لم يتعمق في مقدماتها وفي ماذا وفي نتائجها لا يستطيع الجزم بأنه ماذا بأنه قادر عليها ربما لا يكون مجتهدا أصلا في تلك المسائل لأنه لم يبحث أصلا لم يبحثها بتاتا هو في بداية ماذا في بداية حياته العلمية ولكنه ذكي جدا ولكنه ماذا حافظ جدا ولكنه مقتدر جدا ولديه كفاءة ممتازة فهل يجوز تقريده في هذه المسائل التي بحثها وتعمق فيها وأصدر نتيجة نهائية قطعية بنظره ماذا في حقها هل يجوز الرجوع إليه أو لا هذا هو محل بحثنا يقول إذا رجعنا إلى الأدلة نجد أن هناك قولا معروفا لدى الفقهاء يعني لا بد من اشتراط لا بد من الاشتراط ولا بد من أن يكون هذا المجتهد المرجع لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا لا بمعنى أن يكون لا بمعنى أن يكون مفتيا فعلا بجميع المسائل لأن استيعاب جميع المسائل توجد بعض المسائل مستحدثة إلى الآن لم يبحثها لا وإنما المطلوب أن يكون قادرا أن يكون ماذا لديه الكفاءة لديه القدرة على أن ماذا على أن يبحث أي مسألة علمية في أي باب من أبواب الفقه ويصل إلى النتيجة المناسبة فيها يستطيع أن يبحث هذا المقصود من الكفاءة والملكة إذن الملكة هذا المعنى هذا المقصود ولا لا يشترط لا يشترط أن يكون ماذا أن يكون لديه فتوى في جميع المسائل فعلا هذا ظاهرا لا يشترطه أحد ولكن لكن الملكة قد تشترط وقد لا تشترط فالمعروف أنها شرط وأنه لابد في الفقه في مرجع التقليد أن يكون لديه الكفاءة ولديه القدرة على أن يفتي في جميع المسائل هذا هو المعروف قال وأما كونه مجتهدا مطلقا فاعتباره هو المعروف المدعى عليه الوفاق الدعية عليه الوفاق أو الإجماع فلا يصح تقليد المتجزه هذا هو المعروف لكن هل يا ترى أن الدليل يساعد على ذلك أن الدليل دل على ذلك هل لدينا دليل كافي وحجة وافية تدل على هذا المدعى الآن هذه دعوة قالها أكثر الأصحاب قالها ماذا المعروف من الأصحاب المشهور عند الأصحاب ولكن هل أن هذا المشهور يوجد عليه دليل هل توجد حجة على ذلك أو لا يقول إنصاف أن الدليل غير كافي لأننا إذا رجعنا إلى بناء العقلاء نجد أن العقلاء كما يرجعون إلى ماذا إلى الخبير القادر على جميع مسائل الطب يرجعون إلى الخبير في مسألة طبية واحد أو مسائل طبية معينة اختصاص معين هذا فقط متخصص في ماذا في القلب مثلا في طب القلب فقط فهو لا يجيب أصلا على مسألة ترتبط بالجلد مثلا الأمراض الجلدية أو ماذا أو أمراض الأعصاب أو لغير ذلك من الأمراض لا يجيب عليها أصلا وإنما فقط يجيب على مسائل اختصاصه في مجاله فقط فهل نتركه ولا نرجع إليه أو لا إذا كان هو الأعلم في هذه المسألة في مسائل القلب في ماذا في أعراض القلب وأمراض القلب هو الأكثر خبرة هو الأكثر علما لا نرجع إليه بناء العقلاء جاري على أنك ترجع إليه حتى لو ما كان ما كان متخصص بجميع مسائل الطب لا يكون لا يكون متخصصا في جميع مسائل المهم أن المسألة ذات الإبتلاء المسألة ذات العلاقة المسألة التي أريدها بالخصوص هو يعرفها وأعرف من غيره فيها هذا المهم بناء العقلاء لا يشترض أن يكون مستوعبا لجميع ذلك العلم في أي علم كان لجميع تلك المهنة أو جميع التخصصات في تلك المهنة لا يشترض مثل هذا الشر في بناء العقلاء لا يشترض هذا المعنى بل علاوة على ذلك يمكن أن يستدل أيضا برواية يأتي الحديث عنها قال لكنه غير ظاهر الدليل لماذا؟ لعموم بناء العقلاء له لأن بناء العقلاء يشمل يشمل حجية ماذا؟ حجية المتخصص في بحث خاص وفي مسائل معينة وفي باب معين من أبواب الفقه أو في باب معين من أي علم آخر المتخصص في باب واحد يرجع الناس إليه العقلاء يرجعون إليه إلى ماذا؟ إلى المتخصص سواء كان هذا المتخصص متخصصاً في جميع الأبواب أبواب علمه وفنه وحرفته وشأنه الخاص أو أنه في بعض الأبواب المهم أنه في الباب الذي يفتي فيه الباب الذي يصدر رأيه ويصدر اجتهاده ويبين نظره فيه يكون متخصصاً وهو الأعلم في هذا المجال وفي هذه المسألة المهم هذا أن يكون هو الأعلم في هذه المسألة هذا المعيار العقلائي الذي يرجع الناس على أساسه وهذا المرجع العقلائي والبناء العقلائي والمستند العقلائي أمضاه الشارع المقدس لم نجد ما يردع عن هذا البناء العقلائي واضح؟ أما الإجماع فلم يثبت الإجماع المحصر لم يثبت والمنقول منه أيضاً ليس بحجة لا يرقى إلى مستوى الحجية بحيث نجزم بتحققه بحيث يكون ماذا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام ما تصل النوبة إلى هذا المعنى واضح؟ فحينئذ لا مجال لدعوة لردع عن هذا البناء العقلائي ولا بد من العمل على هذا البناء العقلائي وللبحث تتم تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد